بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين عزائي عزيزتي التلاميذ والتلميذات المتابعين والمتابعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن يتجدد اللقاء بكم في الحصة الثالثة من التقويم التشخيصي المخصص المستوى الرابع التدائي متعلقة بمكون الرياضيات إذن كنا وصلنا للتمرين رقم 17 فحام تسعود أكمل بما يناسب إذن عندي هنا واحد العدد هنا غادي نحاول نفكه إذن عندي العدد سبعة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون تساوي إذن سبعة آلاف زائد إذن غادي نفكه الآلاف ونفكه المئات والعشرة ثم الوحدات إذن بنسبة هذا العدد سبعة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون كما كتلاحظوا عندي سبعة آلاف إذن هاي يكتب سبعة آلاف وثمانمائة إذن غادي نكتب هنا ثمانمائة ثمانمائة وواحد وتسعين بمعنى غادي نكتب العشرة هي تسعين وغادي نكتب قليل واحدة هو واحد هنا كما كتلاحظوا العدد عندي هنا مفكك إذن هنا غادي نحاول نشوف هذا العدد حلوه عندي خمسالاف وربعمائة وتسعود وسبعين إذن غادي نكتب هنا خمسالاف وربعمائة وتسعود وسبعين ببساطة نعم شوفوا التمرين رقم 18 ورتبوا الأعداد التالية من الأصغري إلى الأكبري إذن الأعداد هي 8977, 8797, 8795, 895, 3987, 8975 إذن دائماً نغربة واحد الأعداد كي تكون من ربعات الأرقام ولا ثلاثة ولا إلى آخر هنا بنسبة هذه الأعداد هذي كلها كتتكون من ربعات الأرقام إذن غنشوف الآلف غنقارن الآلف واللول هذا عنده 8 إذن هنقل لك من الأصغر إلى الأكبر بمعنى غنشوف شكون هو الصغير وأنا غادي أحتل الكبير عندي هنا هذا الآلف عنده 8 هذا 8 هذا 8 هذا 8 هذا 3 وهذا 8 إذن تشكون الصغير فيهم كامل هو اللي عنده في الآلف ثلاثة إذن هو 3987 هو الصغير من الأصغر إلى الأكبر إذن نكتب 3987 وتسعمية وسبعة وثمانين هو الصغير إذن هنقل الرمز أصغر أرى الآن نشوف الأعداد اللي عندهم دائما الآلف إذن هذا 888 هذا هذا ها هو سالينة من نديره على موفوغ منه هذا سالينة من منه 888 سنرى هذا المئات سщо على المئات سوف نرى هذا المئات سنرى هذاisan هذا ورق س rhoi PS7 هذا ورق سروى 10 سوف نشوف تسعود 5 ورتre 7 ثم يضيف هذا هذا هو رقم جوج هذا هو واحد هذا هو واحد هذا جوج سنكتبه 8795 8795 هذا سيكون صغير من انظروا سيكون هذا هذا هو الذي سيكون من وراءه لأنه في المئات سبعة وعنده في العشرة التسعود وعنده في الوحدات سبعة سنكتبه ما في بساطة سنكتبه 1797 هذا هو رقم ثلاثة كذلك سنبقى لي هذا ثلاثة هذا لديه ثلاثة دائما كلهم في المئات تسعود تسعود العشرة هذا لديه سبعة وهذا لديه سبعة في العشرة وبالتالي هذا سيكون رقم أربعة سنضع هنا رقم أربعة هنا ونضع لعالم الفوق هذا العدد هو 8957 هذا سيكون بدوره صغير سنضع الرمز هنا صغير ونكتب العدد هنا سنضع الرمز هنا هذا سيكون رقم خمسة هذا تمانية ثمانية تسعود هذا سبعة وهذا سبعة هذا سبعة وهذا خمسة هذا سيكون رقم خمسة هو 8973 8973 وهذا سيكون صغير بدوره من هذا هو رقم الساعة الذي سيكون هو 8975 الكبير هو 8975 والصغير هو 39780 الآن التمرير الرقم الساعة سيكون 10 قسم 2 10 قسم 10 على جوج سيكون 5 40 قسم 5 8 هي 8 لماذا؟ لأنه هنا في الأول الذي يضرر 5 في جوج تعطينا 10 و 8 في خمسة تعطينا 40 التمرير الرقم العشرين أكتب العدد الكسري الذي يمثله الجزء الملون من كل شكل إذن هنا سأرى العدد الكسري في هذا المستطيل هذا مقسم لنا لماذا؟ جزء 1 جوج 3 4 5 وهذه الدائرة عندها 1 جوج 3 4 5 6 7 8 إذن هذا على خمسة الأجزاء وهذا على تمانية هذه الأجزاء تلاحظوا معي بأنه هذا المستطيل هذا عنده جزئين جزئين ملوانين هنا المجموع كامل هو خمسة إذن ما هو جزء ملون من هذا المستطيل هذا كامل هو جوج على 1 جوج 3 4 5 جوج على خمسة إذن العدد الكسري هنا كمتلية جوج على خمسة لماذا؟ لأن هنا جوج ملوني من خمسة هنا الدائرة هنا 1 جوج 3 4 5 6 7 8 ما هي الملونين هنا وما هي الملونين ثلاثة ثلاثة على ثمانية السؤال رقم 21 أقارن بوضع الرمزين مناسب إذن هنا 11 على 12 وهنا 7 على 12 هنا إذا أريد أن نقارن واحد العددين هنا كما تلاحظوا المقام عندهم 12 12 إذن هنا لكي نقارن هذه العددين يكفي أن نقارن البسط لأن المقام عندهم بحل 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 دائما خص المقام يكون بحل بحل 12 هنا سبعة إذن نقارن الرمز كل كبير هو 11 11 كبير من 7 إذن نقارن الرمز أكبر هنا 8 المقام موحد هنا ثلاثة وخمسة إذن الرمز أصغر تمرين رقم 22 الآن أحسب ما يلي عندي ثلاثة على 12 إذن هنا المقام إذن نزيد العدد الكسري الأول ثلاثة زائد ثلاثة سبعة ره هي عشرة على المقام هو 12 سبعة على عشرة ناقص ثلاثة على عشرة هنا 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 نفس الشيء المقام موحد سبعة ناقص ثلاثة هي أربعة أربعة على عشرة السؤال أو التمرين رقم 23 هي مسألة كان ليسين 32 قلما وأربع علب لحفظ الأقلام وضع نفس عدد الأقلام في كل علبة أضع علامة في أمام العملية المبينة لعدد الأقلام التي وضعها ياسين في كل علبة إذن هنا عندي ثلاثة 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 أربعة علب يعط funcion ثلاثة أمام مشاكل necesit ثلاثة ثلاثة عبر السؤال سمع إذن هنا شنودر ياسين وزعهم بمعنى قسم 32 قسمها على 4 إذن العملية الإصححة هي 32 قسم 4 إذن سنجد العالم هنا ودر 32 قسمها على 4 ديال العولة السؤال رقم 24 أو التمرين رقم 24 كانت حافلة للركاب عند انطلاقها تقل 20 راكبا في المحطة الأولى نزل من الحافلة نصف عدد الراكبين وفي المحطة الثانية نزل من الحافلة جميع الركاب وعددهم 40 راكبا كم راكبا صعد إلى الحافلة في المحطة الثانية إذن هذا واحد طبيس ولا حافلة واحد الكار كان في المحطة الأولى كان فيه 20 راكب إذن 20 راكب لكانوا في هذه الحافلة نزل من الحافلة في المحطة الأولى نزل من الحافلة نصف عدد الراكبين الولاب نزل ان المحطة دعوية ! يuki نزل ان المحطة الولاب لديه نزل من الحفلة جميع الركاب وعددهم 40 اذا في المحطة الثانية نزلوا جميع الركاب وعددهم اربعين بمعنى في المحط الطلولة ارى هم طلعوا عدد واحد العدد نزلوا عشرة وطلعوا ايش هل غيكونوا طلعوا اذا فاش بقوا اذا طلعوا ثلاثين ثلاثين والعشرة المحط الطلولة هي ربعين اذا كمراكبا صعيدة الى حافلة في المحطة الثانية اذا عشرين ناقص عشرة في Kä satan 20 ناقص عشرة في المحطة اللولة عشرين ناقصها من عشرة هي هي عشرة وفي في المحطة اللولة نزل نصف عدد ال şدن وفي المحطة الثانية نزليا من ح时 جميع الركاب وعددهم اذا هذه العشرة هذه هذه نزيدوا ها اذا في المحطة الأولى المحطة الأولى نزل 10 و نزل 30 إذن 30 تساوي 40 وهذا 40 هي اللي نزلت في المحطة الثانية إذن السؤال رقم 25 أنشئ مثلثا متساوي الساقين ثم مستقيلا قياس طوله خمسة سنتيمتر وقياس عرضه ثلاث سنتيمتر إذن هنا سنشئ ثلاث متساوي الساقين ثلاث متساوي الساقين إذن أولا إذن نخص نرسم ضلع ضلع مثلا صغير نضع فيه مثلا هذا الشكل فتحة ونضع هنا نضع الإبرة في الطرف الثاني ونرسم هذه النقطة ونلاقي هذا الرؤوس هذه الثلاثة ثلاثة متساوي الساقين نضع هذا الأضلع نضع هذا هذا مع هذا يجب أن يكونوا متقايصين بمعنى هذا يساوي هذا لا يجب أن يكونوا ثلاثة بهم إذن نسميه مثلا هذا المثلات هذا نسميه مثلا النقطة A النقطة A النقطة B النقطة C ثم مستطيل قياس طوله 5 سنتيمتر هذا هو ثم نضع المثلات ونرسم ثم نرسم ثلاثة ثم نضع ثلاثة ثم نرسم ثم نقوم ثم نقوم نضع الثلاثة ثم نقوم ثم نقوم سوف نضعها بالمثلات ونضع الرؤوس هذا هو نفس الشيء يجب أن تكون جيدا نضعه بالمثلات سوف نسميه هذا المستطيل يجب أن تكون هذا المستطيل قائمة 90 درجة يجب أن تكون هذا 90 درجة المستطيل الأربعة نسميه مثلا A B C D تمرين رقم 26 أحسب محيط المستطيل التالي لدي واحد المستطيل طول هو 8 سنتيمتر والعرض هو 5 سنتيمتر إذا إذا أردت المحيط المحيط نضعه 8 زائد 5 إذا 8 زائد 5 مضربة 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 في الجوج تساوي 8 زائد 5 هي 13 مضربة في الجوج وإذا ضربنا 13 الجوج تعطينا 26 الوحدة هي السنتيمتر نعم التمرين رقم 27 ننشئ دائرة المركز A وتمر بالنقطة B سنرسم واحد دائرة المركز لها بمعنى الإبرة ستكون في النقطة A وهذا ستحاول تمر من النقطة B إذا نحاول نرسم هذه الدائرة تمر من النقطة B أتمنى أن تكون هذه الحساس قد نالت إعجابكم وقد سفدتم موعدنا في حصة مقبلة بحول الله دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية